باتت الجزائر في قلب اهتمام التكتلات الإقليمية والدول على السواء وفرضت نفسها في مقدمة المشهد على مختلف الأصعدة فالحرب الروسية الأوكرانية جعلت الجزائر ملداً طاقوياً فرضته الظروف لكن أيضاً فرضه التزامها الدائم بالعقود التي تربطها مع زبنائها لتنال الجزائر واسم الشارك الموثوق حسب التكتل الأوروبي نرى في الألجري بمجرد ومجدد فيها في مكان الموثوق ومجدد في هذه الوصول على المستقبل ومجدد في الوصول على السبب التروات الباطنية ليست قوة الجزائر الوحيدة بل قواتها تنبع من مواقفها الواضحة حيال القضايا الإقليمية والعلى تبني مجلس الأمن لاتفاق الجزائر للمصالحة والسلام في مالي دليل على أن الجزائر هي شارك مكتمل الأبعاد وعمل توزن في المنطقة الجزائر تعلم جيداً أنها عامل استقرار في المنطقة ولا تحتاج لأحد لأن يخبرها بذلك تودد وتقرب الأوروبي هدفه الأول هو الغاز في هذه المرحلة والدليل أنه ولا دولة أوروبية تضامنت مع الإسبان رد الجزائر أصبح درساً وعبرة لبقية الدول لذلك هناك حذر كبير في التعامل الأوروبي مع الجزائر هو مشهد متقلب فرضت الجزائر نفسها فيه بقوة مواقفها ومقارباتها السياسية الداعية لفضل النزاعات سلمياً وأيضاً بالتزامها لاقتصادي والطاقوي رغم تقلب العلاقات مع الشركاء أحياناً